موسيقى مجهز اليام لبا أهلا بكم استهدفت ميليشيات مجرم الحرب حفتر بقذائف مدفعية المخازن الرئيسية للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بمطار معيتيقة اليوم الجمعة وأدى الاستهداف إلى تدمير محتويات المخازن من صندوق الاقتراع وخلوات التصويت وغيرها من المحتويات الموجودة في المخازن يشار إلى أن اللجنة المركزية كانت تستعد لإجراء جولة جديدة من انتخابات المجالس البلدية التي توقفت نتيجة العدوان على العاصمة طرابولوس حذر المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي العقيق طيار محمد جنونو من أن أي هدف ثابت أو متحرك يشكل خطرا سيتم استهدافه وقصفه أضاف جنونو في بيان الله الجمعة أن عمليات الاستهداف ستكون على امتداد الأراضي الليبية دون استثناء ولا وجود لأي خط أحمر مشيرا إلى أن ليبيا ستكون مقبرة لمن اختار أن يتمرد عليها ويهدد أمنها وسلامتها كشف موقع بلومبيرغ الأمريكي عن عملية سرية نفذها فريق من المرتزقة يتبعون لشركتين مسجلتين في دبي بدولة الإمارات العربية الموقع ذكر أنه اطلع على محتويات تقرير سري للأمم المتحدة قدم لمجلس الأمن في فبراير أوضح أن شركتين أوبس ونكستر سيكس قامت بتمويل وتجهيز فريق مؤلف من عشرين شخصا لتزويد قوات حفتر بطائرات هوليكابتر وطائرات بدون طيار وقدارات إلكترونية عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية وأوضح الموقع أن الفريق الذي وصل آخر يونيو من عام 2019 انسحب فجأة بعد بضعة أيام من وصوله مشيرا بأن الفريق الذي يرأسه ستيف لودج المرتبط سابقا مع شركة بلاكوتر ادعى تقديمه خدمات تتعلق بالنفط والغاز في تلك المنطقة أعلنت صحيفة ليبيا أوبزيرفر الجمعة أن أمير قوة الدعم السريع السودانية محمد حميدان المعروف بحمدتي أرسل إلى مجرم الحرب حفتر خليفة ما يقارب من 1200 مقاتل للمشاركة في معركة العدوان على العاصمة الصحيفة أضافت أن أحميتي أرسل المرتزقة بعد تهديد دولة الإمارات بقطع الدعم المالي عليه إن لم يرسل المزيد من الجنود وأوضحت الصحيفة أن ما يقارب عن 350 من المرتزقة موجودون الآن في منطقة الساوى ينتظرون إجراءات نقلهم إلى ليبيا أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أوضح عدم تسجيله أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثامن على التوالي المركز في بيان الله الجمعة أوضح أنه تسلم 94 عينة متى التحليل المختبر المرجعي سلبيتها وخلوها من الفيروس وبذلك يصل مجموعة الحالات التي جرى فحصها من قبل المركز الوطني وصلت إلى أكثر من 3500 حالة منها 64 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس وشفيت 28 حالة منها انتهى الموجز إلى اللقاء شكرا